تنضم إلينا من ساحة رياضة الصلح في وسط بيروت مرسلة الغد حنان عيسى حنان أولا هل بدأت الاجتماعات الاقتصادية للعمادة ميشيل عون في قصر بعبدة أم ما زال الوقت مبكرا يا حنان بالفعل الوقت ما زال مبكرا الاجتماع سيعقد عند الساعة الرابعة بتوقيت بيروت في قصر بعبدة الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشيل عون مع حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف اللبنانية للتباحث في الواقع الاقتصادي الذي بات ضاغطا على اللبنانيين قبل قليل وصلت إلى ساحة رياضة الصلح هنا إلى بيروت مظاهرة طلابية كانت بدأت وقفتها الاحتجاجية عند وزارة التربية وهي تتنقل الآن ما بين رياضة الصلح إلى ساحة الشهداء أود أن أتحدث إلى المدرسة عزيزة الشيخ عزيزة يعني أنتم موجودين على الأرض من أمتين طلاب عم نشوف الطلاب كل يوم عم ينزلوا على الأرض بدل التوجه إلى المدارس خبريني عن هذه الحركة متى بدأت وشو مطالبكم منه طلابنا بلشوا ينزلوا على المظاهرات من لما فتحت الطرقات صار فين يجوا على المدرسة بس إنما كانوا رفضين كليا يفوتوا على صفوفه ويبلشوا بالدراسة والبلد بره منه متزن فيه ثورة عم تصير والطلاب بعضهم ورا كراسيهم وعم يخذوا دروس عادية طلابنا نازلين وبدوا يوصلوا بس إنه هني بدهم حقوقهم ما بدهم أكتر من هيك بدهم يتعلموا ما بدهم يدفع قصد كبير ليجوا يخذوا علم بعدين لما يروحوا على الجامعة بدهم واسطة ليفوتوا على هالجامعة وهالجامعة وهالجامعة ويدوروا على منحة من هون ومن هون ويقولوا لهيدا وليهيدا ومن بعد ما يخلصوا الجامعة وبيعتلوا هام شو بدهم يشتغلوا هل بتعتقد أن الطلاب اليوم رغم يعني صغر سنن عارفين شو بدهم؟ طلابي طلابي هني اللي عم يقولوا يامس بدنا ننزل يامس جبنا باس يامس يامس وهني اللي عم يغدونا معهم وهني اللي عم يقولونا هون بدنا نتجمعوا هون هني اللي عم يكونوا القائد ونحنا عم مشي وراهم لأنه هني هلأ المستقبل هني بدوا يبنوا مستقبلهم ويجيبوا مطالبهم حقوقهم وحقوقنا يعني أنا بتكل عليهم هلأ أكتر ما هني عم يتكلوا علينا يعني المشهد على الأرض هو يضم طلاب من المدارس الرسمية والمدارس الخاصة نعم مدارس رسمية ومدارس خاصة وفيه أعمار صغيرة يعني فيه عمر الـ 11 والـ 12 وحتى شفت أصغر من هيك وله السنوي أكتر شي هني حاسين فيها طلاب السنوي لأنه بيفوتوا على الجامعات وبعد ما يفوتوا على الجامعات عتلين هام يمس بدنا نسافر يمس على أي بلد كل الطلاب بيفكروا أو بيحلموا أنه يسافر إدارات المدارس عم تكون متساهلة بموضوع وجود الطلاب على الأرض صارت المدارس وعي أنه هيدو الطلميز عم يطالبوا بحقوقهم وهيدو حق من حقوقهم أنه يتظهروا حق من حقوقهم يوصلوا كلامهم حق من حقوقهم يعبروا أنه هني بدوا يضلوا ببلدهم بلبنان ما يتركوا ولا يروحوا على أي بلد وهونيكي يعمروا البلاد الباقية عن التحرك اليوم هلأ وين رايحين؟ هلأ بدون يجتموا على صحة الشهداء مبدئياً مشيو ومن بعدها بيأسموا حالهم أقسام بيبقوا بيروحوا وممكن يرجعوا نطلع على المدرسة ويرجعوا بيوتهم ويرجعوا بينضموا بالمسا شكراً جزيلاً إذن يعني الاحتجاجات بدأت منذ الصباح كما كنا أشرنا أما العدد الأكبر من المتظاهرين فهم سيتوزعون خلال ساعات ما بعض الظهر وسيتوجهون إلى عدد من الساحات إلى عدد من المؤسسات لمزيد من الضغط على الطبقة السياسية كما بدنا نعرف للإسراع في إيجاد حل لهذه الأزمة التي يمر بها لبنان نحن سنواكب بالطبع هذه التحركات وسنكون معكم من رياض الصلح ومن ساحات أخرى شكراً جزيلاً حنان عيسى مرسلة الغد من ساحة رياض الصلح في وسط بيروت شكراً 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 شكراً